السؤال الأول ماذا يجب علينا إذا ما حدثت الصيحة؟ الصيحة علامة من علامات ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه تكون قريبة من وقت ظهوره الشريف بحسب ما عندنا من المعطيات التي وردت في رواياتهم وأحاديثهم فإن ظهور الإمام يكون في سنة فردية وفي شهر محرة في السنة التي تسبقها وهي سنة زوجية في شهر رمضان في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان وهو يوم القدر وسيكون يوم جمعة عند الفجر ستكون الصيحة التي تحدثت عنها الروايات بشكل تفصيلي هذه هي الصيحة التي يتحدث عنها السؤال السؤال هكذا يقول ماذا يجب علينا إذا ما حدثت الصيحة؟ وهذا السؤال سأله كثيرون وكثيرات أكثرهم من القاطنين في بلاد الغرب هنا في البلاد الأوروبية أو في البلاد الأمريكية أقول للذين سألوا هذا السؤال إنكم متأخرون ولذا لا يوجد جواب وإنما يترك الأمر لحينه لكل حادث حديث إنكم متأخرون فلم تشخصوا تكليفكم قبل الصيحة إذا بقيتم من دون أن تشخصوا تكليفكم قبل الصيحة فانتظروا ذلك الوقت وسيكون لكل حادث حديث بحسب ظروفكم الزمانية والمكانية وسائر الملابسات الأخرى التي تحيط بحياتكم هذا السؤال سؤال متأخر جدا يفترض بالشيعي المنتظر أن يكون منتظرا لإمام زمانه مترقبا أن يكون عارفا بالوقائع والأحداث وأن يلتحق بالجهة التي لابد أن يلتحق بها بيان هذا يتوقف على ذكر مجموعة من الأحاديث الشريفة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم الجزء الثامن من الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة العاشرة بعد المائتين إنه الحديث الحادي والثمانون بعد الثلاثمائة بسنده بسند الكلين عن عيص بن القاسم يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة إمامنا الصادق يقول إذا كان رجب إنه يتحدث عن رجب العلامات ورجب العلامات يكون في سنة هجرية زوجية إنها السنة التي تسبق سنة الظهور وإنما قيل لرجب هذا رجب العلامات في الروايات والأحاديث لأن العلامات المهمة جداً ستكون في هذا الشهر أهم علامة عندنا السفياني فإن السفيانية سيشخص من قبل الشيعة المنتظرين في شهر رجب في أوائل شهر رجب وحينما يشخص السفياني فإن اليمانية سيشخص أيضاً وكذلك الخراساني سيشخص أيضاً هذه أهم العلامات فإذا ما شخصت هذه العلامات فإن الصيحة ستكون في شهر رمضان القادم ما بعد رجب يأتي شعبان وبعد شعبان يأتي شهر رمضان حيث ستكون الصيحة في اليوم الثالث والعشرين منه في يوم جمعة إذن تشخيص التكليف لا بد أن يكون قبل الصيحة سنقرأ ما نقرأ من الأحاديث وبعد ذلك أكمل الكلام لكم إذا كان رجب إنه رجب العلامات إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل أقبل علينا أقبل إلى آل محمد الراية الأهدى راية اليماني وراية الخراساني راية هدى بحسب ما يتمكن الإنسان أن يلتحق بالراية اليمانية أو أن يلتحق بالراية الخراسانية قطعا أئمتنا يريدون مننا بالدرجة الأولى أن نلتحق بالراية اليمانية لكن هذا قد لا يكون متيسرا للجميع بحسب الظروف الشخصية لكل إنسان زمانا مكانا أو ضاعا أخرى تكون ملابسة لحياته إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى إلى الصيحة وما بعد الصيحة لكن هذا لا يعني أن الإنسان لم يكن قد شخص مساره الصحيح وكفاكم وكفاكم بالسفياني علامة هذه هي علامة العلامات ولذا فإن رجبا الذي يظهر فيه السفياني هو رجب العلامات وكفاكم بالسفياني علامة في شهر رجب تتأكد علامة السفياني العارفون بأحوال الظهور يشخصون السفيانية منذ شهر محرم لأن السفيانية سيبدأ ظهوره في شهر محرم لكنه ليس واضحا ليس واضحا للجميع لا يستطيع أحد أن يقول بملء فمه من أن هذا هو السفياني وإنما يقول القائلون وبلسان قاطع من أن السفيانية هو هذا حينما تتأكد علامته في الأسبوع الأول من شهر رجب في نهاية الأسبوع الأول من شهر رجب تقريبا لا يوجد تحديد بهذه الدقة ولكن من خلال القرائن المذكورة في الروايات والأحاديث فالسفياني يبدأ ظهوره في سوريا في الشام في شهر محرم تستمر حركته لمدة ستة أشهر حتى تظهر واضحة في شهر رجب في أوائل شهر رجب العارفون بشؤون الظهور سيشخصونه منذ شهر محرم لكن العلامة لن تكون واضحة إلا في شهر رجب في هذه الفترة حساباته يجب يجب على الشعي أن يصفي حساباته وأن يحدد موقفه وهذا يكون قبل الصيحة حتى لو انتظر إلى زمان الصيحة وإلى نهاية شهر رمضان لا بد أن يكون في هذه المدة قد شخص تكليفه وقد تواصل مع الجهة التي يريد الالتحاق بها السائلون الذين سألوا عن التكليف عند الصيحة وهم يعيشون في البلاد الأوروبية أو في البلاد الأمريكية مثل ما قلت لهم إنكم قد تأخرتم أنتم متأخرون ولا يوجد جواب لكم الجواب سيتشخص في حينها بحسب ظروفكم الزمانية والمكانية إذا مقتربت الساعة وبدت العلائم وشخصها الذين يعرفون شؤون الظهور فعلى الشعي أن يكون قريبا من منطقة الظهور أو أن يكون فيها أو أن يكون في مركز الظهور حينما أتحدث عن مركز الظهور إنه العراق المكان المثالي للمنتظرين في تلك الفترة العراق لكن الجميع قد لا يستطيعون أن يصلوا إلى العراق فعليهم أن يكونوا في منطقة الظهور منطقة الظهور هي المنطقة الجغرافية التي سيتحرك فيها البرنامج المهدوي بشكل واضح وأكيد ابتداء من الإرهاصات التي تسبق العلامات وبعد ذلك تظهر العلامات الحتمية واضحة في هذه المنطقة وحينئذ سيتحرك السفياني واليماني والخراساني وشيئا فشيئا حتى نصل إلى يوم الظهور الشريف القادر على أن يصل إلى مركز الظهور أن يصل إلى العراق عليه أن يصل إلى العراق فإن لم يكن قادرا أن يصل إلى منطقة الظهور والمراد من منطقة الظهور العراق أولا إيران ثانيا سورية ثالثا بلاد الشام سورية لبنان الأردن فلسطين بلاد الشام الشام الكبير هذه أجزاء مهمة من منطقة الظهور وتركيا أيضا الجزيرة العربية السعودية اليمن عمان دول الخليج بالإضافة إلى مصر فإن مصر جزء من الأجزاء المهمة لمنطقة الظهور هذه هي منطقة الظهور مصر تركيا إيران العراق بلاد الشام الشام الكبير الجزيرة العربية وما يلحق بها من إمارات الخليج العربي هذه منطقة الظهور القادر على أن يصل إلى مركز الظهور العراق عليها أن يصل إلى العراق وسيكون الوضع في العراق محتدما جدا محتدما جدا وضع اقتصادي عسير جدا ووضع سياسي ملتبس جدا والناس ممزقون الأحزاب والرايات الزعماء والرؤساء الأفكار الصحيحة والأفكار الخاطئة الضلال والهدى كل شيء سيكون موجودا في العراق في تلك الفترة فإن لم يكن الإنسان قادرا أن يصل إلى العراق فإلى منطقة الظهور فإن لم يكن قادرا أن يصل إلى منطقة الظهور على الأقل أن يكون في بلاد مجاورة لمنطقة الظهور بحيث يستطيع أن يصل إلى منطقة الظهور في الوقت المناسب إذا كان أرجب فأقبل على اسم الله عز وجل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير الحديث عن أهل العراق هذا الخطاب لأهل العراق لا أتحدث عن العراقيين الذين يحملون الجنسية العراقية عن الذين يكونون موجودين في العراق في زمان رجب العلامات لا أتحدث عن جنسية هنا إذا كان رجب وهو رجب العلامات فأقبل على اسم الله عز وجل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى وكفاكم بالسفياني علامة حديث آخر وهو الثانث والثمانون بعد الثلاثمائة عن سدير الصيرفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا سدير يا سدير يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه الحلس هو ما يفرش على الأرض وبتعبير دقيق ما يوضع من فراش تحت الفراش الذي يوضع على الأرض إنه فراش يكون تحت الفراش الظاهر وكن حلسا من أحلاسه من أحلاس بيتك واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفيانية قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك فارحل إلينا ولو على رجلك إلى الجهة التي يجب عليك أن تلتحق بها إنها الجهة اليمانية ولكن إذا لم يكن الإنسان متمكنا من ذلك فبإمكانه أن يلتحق بالجهة الخراسانية فإذا بلغك أن السفيانية قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك قطعا الظروف الزمانية والمكانية وكذلك الإمكانات المتوفرة لا بد أن تأخذ بنظر الاعتبار قطعا اليماني الخراساني أيضا لا بد أن يكون لكل منهما تواصل مع الذين يريدون أن يلتحقوا بهم لا بد من وجود برنامج تنظيمي لهذا الأمر الأمور لا تأتي هكذا جزافا ومن هنا فإنني قلت من أن مركز الظهور في العراق الذين يبحثون عن المسار الصحيح لا بد أن يكونوا هناك أو على الأقل في منطقة الظهور كي يستطيعوا أن يشخصوا تكليفهم بنحو واضح في غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 318 إنه الحديث السابع عشر بسنده بسند النعماني عن يونس ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم الإمام الصادق في المدينة يتحدث وهو في المدينة يبعث جيشا إلينا إلى المدينة هذا الذي يقال له جيش الخسف وجيشا إليكم إلى العراق كما قلت لكم فإن العراق مركز الظهور إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا إلى المدينة إنه جيش الخسف وجيشا إليكم إلى العراق فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب و ذلول الصعب و الذلول هذه أوصاف للحيوانات التي تركب الحديث هنا عن وسائل النقل الصعب هو البعير الذي لا يعطي ظهره و كذلك الجواد الذي لا يعطي ظهره لراكبه أما الذلول إنه البعير الذي يسهل ركوبه و الأمر هو في الجياد و الخيول فأتونا على كل صعب و ذلول استعملوا كل الإمكانات المتوفرة كي تلتحقوا بالجهة التي نريد منكم أن تلتحقوا بها إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا و جيشا إليكم فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب و ذلول إذن النقطة الدالة الأساسية السفياني مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من الكافي و كفاكم بالسفياني علامة هذه علامة العلامات و يمكن أن نشخصها منذ شهر محرم إذا ما تحقق هذا الأمر حينئذ يجب على الشيعي أن يرتب أموره و أن يلتحق بالجهة التي يجب عليه أن يلتحق بها ماذا نقرأ أيضا في غيبة النعماني هذه الرواية الطويلة التي تبدأ في الصفحة الثانية و الستين بعد المائتين يحدثنا أبو بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إلى أن تقول الرواية الشريفة و إذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى و لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق و إلى طريق مستقيم و إذا خرج اليماني فانهض إليه الراية التي يجب الالتحاق بها هي هذه الراية أعتقد أن الأحاديث واضحة وواضحة جدا فإن أمر تشخيص التكليف سيكون بشكل واضح و أكيد حينما تتأكد علامة السفياني في بداية شهر رجب إنه رجب العلامات رواية تتحدث عن الصيحة لأن السؤال عن الصيحة في صفحة الثانية والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثامن والعشرون عن زرارة ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يتحدث عن صيحتين عن صيحة الحق و هي صيحة جبرائيل و عن صيحة الباطل و هي صيحة الشيطان زرارة يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب سيلتبس الأمر على الناس قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا و هم الذين يستطيعون أن يشخصوا علامة السفياني منذ شهر محرم يعرفه يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا و يقولون إنه يكون قبل أن يكون و يعلمون أنهم هم المحقون الصادقون هؤلاء لا يتحدثون على سبيل الظنون وهذا يعيدنا إلى ما تقدم من حديث في الحلقات الماضية حول علم أصول الفقه هذا العلم الناصبي الذي غاية ما يستطيعون أن يستخرجوا من من خلال قواعده أن يصلوا إلى درجة من درجات الظن و ظن يقود الناس إلى المهالك يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا و يقولون إنه يكون قبل أن يكون و يعلمون يعلمون الدين لا يبنى على الظنون الطوسيون يبنون دينهم على الظنون و يضحكون على أنفسهم و يضحكون على أتباعهم من أنها ظنون جعل الشارع لها حجية و كل هذا أكاذيب لا حقيقة له و يحملون على أحاديث الغيبة و الظهور هذا يعني أن هناك في زمان الغيبة من هم على يقين و معرفة دقيقة بأحاديث الغيبة و الظهور مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فعلى الشيعي أن يلتحق بهؤلاء سرارة هكذا سأل إمامنا الصادق فمن يعرف الصادق من الكاذب قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا و يقولون إنه يكون قبل أن يكون و يعلمون أنهم هم المحقون الصادقون هؤلاء لا يعتمدون علم الرجال علم الرجال ظنون وأوهام واحتمالات ولا يعتمدون علم أصول الفقه علم أصول الفقه ظنون وأوهام واحتمالات لا يعتمدون المنهج الحوزوي الطوسي هؤلاء منهجهم منهج العترة الطاهرة كلام الإمام الصادق واضح يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون كم تسمعون من حملات شديدة على روايات الغيبة والظهور هؤلاء هم أنصار السفياني هؤلاء أنصار علم الرجال وأنصار علم أصول الفقه هؤلاء هم أنصار الظنون وأنصار الأوهام هؤلاء هم الذين لا يقين عندهم في دينه ولا علم عندهم بعقيدته قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون فعلى الذين يسألون عن الصيحة وماذا سيفعلون عليهم أن يلجأ إلى هؤلاء وكما قلت لكم يتعين الأمر في حينها فلكل حادث حديث نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر